عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة مشيراً إلى أن أولويات الحكومة حالياً هي العمل على الانتهاء من المشروعات الجانية تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وشهد الاجتماع استعراض الموقف العام للمشروعات حيث تمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة وإضافة مدد زمنية للمقاولين مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم وذلك نظراً للظروف الحالية